اشتركوا في القناة الادارة الامريكية في حربها ضد الارهاب اينما وجد وبكل حزم وكذا سموه ان صيانة الامن والاستقرار في المنطقة استوجب العمل معا للتصدي بشكل جماعي لما تعانيه من خطر الارهاب وان الحاجة ملحة لدعم اصدقائنا ومساندة اشقائنا في تجاوز التحديات الامنية والاقتصادية العالمية التي تواجه دول المنطقة هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر الاغضيبية سعادة السيد وليم روبك سفير الولايات المتحدة الامريكية الصديقة لدى البحرين حيث بحث سموه معه مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في كافة المجالات وقد اعرب سعادة السفير الامريكي عن تقدير بلاده لمواقف البحرين الداعمة للجهود الامريكية في محاربة الارهاب ووقف كافة اشكال العنف الذي يهدد امن الشعوب فيما اعرب عن تهانيه لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمناسبة تخرج حفيدة سموه الشيخ عايشة بن تراشد الخليفة من اكاديمية سانت هرس الملكية البريطانية كأولفتات بحرينية تتخرج من هذه الاكاديمية العريقة وخلال اللقاء اكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء اهتمام البحرين بالارتقاء بافاق التعاون والتنسيق مع الولايات المتحدة الصديقة في مختلف المجالات بما يلبي تطلعات البلدين عبر تعزيز الاستفادة من اتفاقيات ثنائية التي تربط بينهما لفتاً سموه إلى حرص البحرين على الارتقاء بالعلاقات بين المملكة والولايات المتحدة وتوسيع اطر التعاون ثنائي لسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والرياضية وتعزيز الاستفادة ما يربط بين البلدين من اتفاقيات اقتصادية وتجارية بالشكل الذي يلبي المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين وتطرق اللقاء إلى تناول آخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والسعي المشترك لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم من جانبه عرب سفير الولايات المتحدة الأمريكية عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يليه سموه من اهتمام بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين مؤكدا حرص بلادها على تنمية التعاون مع مملكة البحرين في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين